دايماً السينما بتمثل القوى النعمة للدول بشكل كبير وخصوصاً في مصر على مدى التاريخ الحديث كانت السينما فرصة لتوطيد أواصر العلاقات بين مصر والدول العربية والإفريقية في ظل كمان اهتمام الدولة بالبعد الإقليمي الإفريقي السينما المصرية كانت خلال طول الوقت حاضنة للمهرجانات والفعاليات المختلفة وخاصة كمان بتحتضن الدول الإفريقية الشقيقة والمثال الكبير لده مهرجان لقصر للسينما الإفريقية المهرجان اللي قدر على دورات كبيرة جداً يحتضن السينما الإفريقية وبتشوف حتى الوفود اللي هي جاية تحضر المهرجان هي سعيدة أنها بتحضر مهرجان للسينما الإفريقية وبتحضره على أرض مصر خليني أكمل كلام وناخد معلومات مهمة جداً عن السينما الإفريقية ووجود المهرجان مع رئيس المهرجان الكاتب والسيناريست سيد فؤاد وهو رئيس مهرجان لؤسور للسينما الأفريقية مساء الخير مساء الخير يا أستاذ يعني الحقيقة الواحد لما يبص على أفريقيا ويبص على السينما الأفريقية ويحس هي ليه تأخرت هي ارتبطت بالسياسة كتير استعمار ظلمها بشكل جدير السينما الأفريقية استعمار سبب رئيسي في تأخرها الشديد لأنه كان بيصنع سينما المستعمر يعني طول فترة الاستعمار كان فارد أنه ما يبقاش فيه السينما يصنعها أبناء القرى الأفريقية كان هو بيقدم سينما يقدم فيها الأفارقة على أنهم ناس متخلفين على أنهم مرباء عبيد مش بيفهموا حاجة فكان دايما وبيقلل من وضعهم وكان ده جزء من السياسة بحيث أنهم يحسوا دايما أنه المستعمر هو الأقوى وأنهم مش هيقدروا يغيروا من واقعهم إلى أن يعني بدأت الصناعة في سينما أفريقية حقيقية من الأفارقة في جنوب السحراء في 1965 1965 في السنغال عصمان سببين بدأ يعمل أول فيلم أفريقي حقيقي وده اللي اعترفوا بيه الأوروبيين أعتقد أو حسوا هنا فيه في السينما أفريقية لأنه كمان السينما الأفريقية لما بدأت وبدأت متأخرة قوي ولكنها كانت سينما قوية جدا ومؤسرة جدا في وقت قليل قوي قدرت تفرد وجودها على السينما العالمية وعلى الجوائز في كان في برلين في فينيسيا فهما أفريقيا جنوب السحراء بدأوا متأخر طبعا مصر 127 سنة عروض وصناعة فإحنا شوية مختلفين في القارة بدأنا بدري قوي إنما السينما جوه أفريقيا بدأت في وقت قوي أنا أول مرة أعرف مثلا أني نيجيريا برضو كانت من الدول اللي بتشتغل كويس في السينما هي نيجيريا كان يعني بتنتج عدد كبير قوي من الأفلام كلها أفلام تجارية جماهرية بحتة يعني الفيلم الأرتيستيك أو الفيلم الفني أو الفيلم اللي عنده أهداف مهمة أو كذا مش نيجيري مش نيجيري قوي إنما هما بينتجوا أفلام مليودرامية وأفلام شابه الأفلام الهندي كده وبتتباع كسيديهات أو حاجة زي كده يعني مش كلها أفلام حتى الأمريكان كانوا بيصنفوهم كتاني صناعة بعد الأمريكان وبعدين اكتشفوا أنها مش أفلام مكتملة أيو مش كاملة طيب لما أجي أقول أنه كمال السينما الإفريقية كانت يعني أداة لحركات كتير من الاستقلال لأنه السينما بتعبر كتير عن الشعوب الحقيقة صناعة السينما لما بدأت كانت مؤثرة جدا في التنمية وفي الوعي وكان مثلا زعيم جمال عبد الناصر بيبعت الفيلم المصري لإفريقيا مترجم إلى الفرنسية أو الإنجليزية حسب الدولة فكنا مؤثرين جدا جوه أفريقيا من خلال السينما كلغة عالمية يعني أنت لما كانوا بيجولك الأفرقة في المهرجان كانوا متأثرين بإيه من السينما المصرية يعني الجيل القديم حكاية بسيطة قوي أنه كان فيه مثلا مخرج هو بتكرم السنة دي في مهرجان كان سليمان سيسي من مالي أيها بتكرم في كان على منجز العمر يعني لما جيه مهرجان لقصه في الدورة الثالثة قال أنه كان فيه طفل صغير أعرفه مرة كان قاعد في قريته فلاقى ناس جم جابوا أكل وجابوا أدوية وفردوا شاشة بيضة وعرضوا فيلم فبص كده فأعجب الطفل ده بالممسلين وبالفيلم دوت وقال أنا نفسه بقى زي دول الطفل ده هو سليمان سيسي نفسه يعني أول فيلم شايفه سليمان سيسي هذا المخرج الكبير جدا العالمي والمكرم السنة دي في كان كان فيلم مصري ولما أسأل على الممسلة اللي شكلها عجب وقوي وهو طفل قالوا له دي اسمها فاتن حمامة فدي بدايت يعني تأثيرنا دائما ده تأثير بقى قوى النعمة وتأثير مصر بقوتها النعمة في أفريقيا وده اللي احنا كمان بنقوله طيب خليني أروح كمان لمهرجان بقى لقصر للسينما الأفريقية يعني أنتو حتى يعني عندكو تحضير للدورة 13 على مدى بقى 12 دورة نقدر نقول المهرجان نقدم إيه للسينما الأفريقية هو احنا كانت العلاقات بالسينما الأفريقية مش قوية قوي يعني وخاصة بعد محاولة اغتيال رئيس مبارك فلما جينا بدأنا في المهرجان بدأ الفيلم الأفريقي ييجي مصر من خلال المهرجان وبدأت المهرجانات الإفريقية يعني منافس عروض الأفلام في إفريقيا تهتم مرة أخرى بعرض الفيلم المصري في إفريقيا وبدأنا نبقى موجودين ويبقى عندنا جوائز كتير وهم كمان وجودهم معانا يعني الأفارقة لما بيجيوا يحضروا المهرجان بيبقوا في حالة من السعادة الشديدة جدا لوجودهم على أرض مصر والحبهم لمصر ولكن الأجيال الجديدة من الأشقاء الأفارقة تحتاج إلى جهد كبير مننا يعني أعطاهم صورة حقيقية وجيدة عن مصر طول الوقت طبعا لأنه يعني يمكن الشكل القديم كانوا بيشوفوا الأفلام المختلفة دلوقتي كمان القضايا بقت مختلفة أفريقيا أفريقيا عندها مشاكل كتير عندها مازالت في عنصرية هما بيقدموها في أفلامهم مازال فكرة الأفريقي المهاجر لأنه ده العنوان الكبير عندهم ده موضوع كبير قوي فكرة أن الأفارقة اللي عايشين في المهجر أو في الشتات أو في الداسبورة زي ما هما بيسموها لدرجة أن احنا في مهرجان لقصر السلامة أفريقية عاملين قسم لأفلام الشتات الأفلام التي تصنع خارج القارة الأفريقية من الأفارقة ده قسم الوحده يعني لأن دي قضية من القضايا المهمة جدا يعني شيء كبير قوي معنا كده الصور لمهرجان لقصر زي ما احنا شايفين وعايز أعرف اهتمام بقى تأثير هذا المهرجان على باقي مهرجانات العالم يعني أنت بقى كمان مهرجان بتعمل في لقصر حيث الأثار لقصر كمان دلوقتي مدينة قوية جدا بزيادة كمان على الخريطة السياحية فالواقع بقى عامل ازاي بالنسبة للمهرجان الحقيقة احنا كمهرجان لقصر بدأنا من 13 سنة أو 14 سنة كان فيه مهرجانين كبار أو في أفريقيا هم مهرجان أيام قرطة السينمائية ده بيتعامل من حوالي تونس 54 سنة أو 55 سنة ومهرجان آخر فيه فيسباكو الفسباكو في بوركينا فاسو دول كانوا الموجودين على السحب قوة ومهرجان آخر في المغرب اسمه خريبجة لما طلع مهرجان لقصر السينما الإفريقية كان مؤثر جدا في موازين صناعة المهرجانات الإفريقية على مستوى العالم لأن مصر لها وضعية مختلفة جدا لما تدخل أي مجال تاريخ كبير قوي صناعة سينما قديمة وكبيرة وفيها توزيع خارج مجالها السينما تحسب من السينماات العالمية لأنها بتوزع فيلمها خارج بلادها لقصر عندها أثار مهمة عندها فنادق على أعلى مستوى عندها مطار جيد عندها أهل لقصر محبين والفاهمين للضيف طبعا فاهمين للسياق فقدرنا بسرعة ننجز ونحقق نتائج كبيرة جدا نتيجة كل اللوجستيك دوت ودعم الحكومة الدائم للمهرجان منذ الدورة الأولى وحتى الآن مصر كدولة واهتمام حتى السيد الرئيس بإفريقيا بشكل كبير يعني إفريقيا سوق كبير مصر بتشرف أن هي في الشمال الأفريقي وليها أيضا تأثير كبير على إفريقيا في علاقات كتيرة إزاي السينما تقدر تنمي العلاقات دي؟ يعني لو أنت ديتني كده موضوعات أقول نقدر ننمي العلاقات المصرية الأفريقية عبر السينما هو السينما لغة مهمة قوي يعني لما الإنسان بيشوف الفيلم المصري أو لما بييجي مصر وبيحس بالسعادة بيحس بأنه نفس الهموم نفس الأحلام نفس المشاكل بيقرب لمصر بيحب مصر فده بينعكس على تعامله مع المنتج المصري سواء المنتج المصري ده السينما أو المنتج المصري ده أي منتجات أخرى سواء فيه رأي سياسي هو بينحزل اللي بيحبه السينما تقدر تجيب الناس ناحيتك بشكل كبير وده اللي بيحصل يعني دلوقتي اختياركم بقى للفيلم الإفريقي بتختاره على أي أساس على الإنتاج البطولة الموضوع على أي أساس الحقيقة إحنا كنا في الأول في أول دورات كنا بنختار إن إحنا عايزين نشتغل على سكيل كبير هم 54 دولة فعايزين ناخد من كل الدول على أساس يبقى فيه تمثيل جغرافي ده كان في الأول إنما بعد كده بعد ما حققنا اسم كبير جوا القارة وبقى المهرجان ليه وضع جيد وبقى يعني عنده اسم حتى في أوروبا لأنه الأوربين هم اللي بيدعموا الفيلم الإفريقي في إنتاجه وفي توزيعه فبدأ الاختيار دلوقتي على إنه الفيلم يكون له ملامح إفريقي له هم إفريقي له هوية إفريقي يعني هي دي اللي بنختار على أساسها الأفلام المشاركة بيجينا حوالي 500 فيلم إلى 550 بنختار حوالي 50 إلى 55 فيلم في المسابقات المختلفة بيكون التركيز على الجوانب ديت يعني والهوية الإفريقية موجودة بشكل واضح في الفيلم لجانة تحكيم بتبقى لازم تكون على موجة واحدة فاختيار لجانة تحكيم بشكل إفريقي برضو مش سهل لا مش سهل خالص الحقيقة لأنه يعني فيه مقارنات يعني دايما يقول أنت خدت من الدولة دي أو ما خدتش من الدولة دي احنا بنختار الكفاءة والتاريخ الكبير اللي صنع أفلام حقيقية وحصل على جوائز وما بنركزش في أي أبعاد أخرى احنا بنختار اللي عنده اسم كبير في الصناعة اللي خدم صناعة السينما اللي حصل على جوائز اللي رفع اسم صناعة السينما في العالم بشكل كبير يعني حيفتل مهرجان أهم نقول ملامح هل في ملامح بينة للدورة الجاية للمهرجان الدورة التلاتاشر هي من 19 إلى 25 إبريل دورة المخرج الكبير خير بشارة ودورة المخرجة المهمة جدا السينغالية الرحلة صافي فاي توفت في مارس وهي أول من أخرج أفلام من النساء في سينما جنوب صحراء فدول وهيتعامل كتاب لخير بشارة وكتاب عن صافي فاي أشياء جميل جدا وبنشتغل على بقية العناصر هيبقى فيه حاجات مهمة جدا عن المركزية والكلام حوالين بعض المشاكل اللي حصلها في الوقت الحالي أكيد منتمنى التوفيق مهرجان لؤسر المهرجان السينما الإفريقية مهرجان مهم وبيدعم الحقيقة السينما الإفريقية بشكل كبير جدا بشكرك جدا وأتمنى لك التوفيق الكاتب والأستاذ السيناريس سيد فؤاد وإن شاء الله نشوف دورة مشرقة بإذن الله قادمة بشكرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا